السوشيال ميديا مقلوبة بسبب تغريدات للدكتورة رانيا علواني عضوة مجلس إدارة النادي الأهلي الست ببساطة كانت كتبة بتحيي أبطال مصر في أفريقيا وإنه إزاي فيه لعباء اللي هي ما يسمى باللعبات الشهيدة والآخر يعني إدرت أنها تحقق نتائج جيدة أفضل من كرة القدم دي كانت التويتر بتاعتها بقدرة قادر بقى فيه معركة واشتعال وبقى ترند نمرة واحد رانيا علواني واخناقة داخل التويتر إيه الحكاية إيه الموضوع معانا الدكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أهلا دكتورتنا إزاي حدرتك إزايك يا سيد عمرة عملي أنا حاولت أبقى زيك بس حاولت أعمل ترند والله لا بس مش كده مش كده أنا أعرف اللي هو اتبسطت من النتائج وأول مرة وبص إحنا بأقلنا زي ما خدناه بقراط أفريقيا والسباحين بالذات يعني جايزين مديليات 17 و14 مديليا و97 مديليا فرحانة بالعيال فكتبت تويتر الصبح وكتبتها على الفيسبوك الفيسبوك الناس محترمة كتبوا لك كومنتات وكل واحد قال رأيه باحترامه خلاص أنا كل اللي كتبته إن أنا بقول يا جماعة هو احنا متهيق لي ولا احنا كل نتائجنا السنان هي حلوة في كل اللعبات معادة كورة من نشجحهم بقى ده وقت اللي نشجحه من تنادهم على التويتر كتبت نفس الحكاية أجارك الله بقى دخلنا في مدربين الأهلي وانتوا مجلس معرفش إيه وشتايم شتايم 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 ده نشايم شتايم يعني يعاقب عليها قانون العقوبات لأننا مش واحدة باشتن فتريد بقى رد على الناس أقولهم لو سمحتوا ممكن تتكلموا بالياقة ممكن الأدب في التعبير طب عبر عن رأيك بأدب فابتدوا بقى أنت بتكلمينا وحش فلاقيت نفسي أنا إيه اللي عملتوا في نفسي ده ما كنت فكدت وخلاص هي رمال متحركة وبرضو عن برأيي أن أنا دخلة أشجع وأقول بصراحة رفعوا رأسنا كل اللعبات رفعت رأسنا مش واحدة بس يعني مش بقول مثلا اتحد وياحط ده ما شاء الله تقفل التليفون من هنا تفتح تلاقي مدينيات تانية في خبعبة تانية ولعبة تلتة ولعبة ربعة بس هو دلوقتي اللي هم مسكنك عليه أن أنت إلى حد ما قديتي إحاقات أن أنت مش مبسوطة من مدرب الأهل الجديد أنا أحطي له النهاردة برضو بانر على الإنستجرام للمتابعة كلكم تابعين والدنيا حياتنا علن يا عمرو أنت عارف أنا عارف إحنا حياتنا علنية لكن مشكلتنا في عادة السدقس ديها ده بيودي إزده يعني طب ليه السدقس يعني ممكن أصلا أجذب وأقول أن الكرة حلوة السنة دي واللعبات التانية وحشة ومن ثاندهمش لا الكرة وحشة صح؟ الكرة المصرية السنة دي سيئة مش وحشة ده واحد من أسوا أعوام الكرة المصرية رفعت رأسنا بالطولات عالم وشباب والطولات في كل اللعبات والطولة أفريقيا وتصدر أفريقيا مع أن جنوب أفريقيا كتوحش يبقى أنا أقف جنب الناس دي بقى وشجح طب هل أنت عندك أي مشكلة مع مدرب الأهل الجديد؟ ما عرفوش أصلا ما عنديش ولا حد يعرفه سأقول لك حاجة أنا لعيب التباح وبسح من حمد الله في الأدارة ودرست إدارة رياضية فأكبر مكان بيدرس إدارة رياضية ودرست إدارة مستشفيات عشان أنا دكتورة هلقوا لدراسة لكن أنا مثلا هبقى سنجلس إدارة في الخطيب واخدانا قرار مدرب ولا الخطيب هو وناسه بياخدوا القرار ده طبعا هم بس استغرابوا لما لوك بتقول إيه بيسألوا على فكرة اتحاد المجلس ما هو واحد بيهذر فلازم أهذر يا عم واحد بيقول لي ما انتو جفته مدرب وحش ما بيعرفش مرن قلت له تعالى انت مرن ما هقوله إيه هو بس نصيحة من واحد في تويتر تعالى اتكسن وادخل اللجنة ومرن نصيحة من واحد في تويتر من زمان يعني إيه وعتردي على حد تاني هقفله تويتر ده هقفله خلاص ده حاجة مزيجة فهلا والله هقفله وبعد كده اللي عاوز أقوله أجي أقوله عندك إن شاء الله طب أنا ملاحظ حاجة إنه جماهير الأهلي وجماهير الزمالك تعليقهم اللي على المدرب الجديد إنه حلم إنه شكله يعني ما عرفش صدقني والله صدقني ما عرف لا 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 إنه شكله حلم أنا هقولك حاجة كان فيه خمس بيهات أنا معرفش مين فيهم اللي هيبقى كويس ما أنا ما ديجيش الرؤية الفنية وبعدين هقولك حاجة أنا دخل أطلا أتكلم عن لعبات الثانية إيه اللي جاب الكورة وبعن إيه اللي عايز يتكلم في الموضوع ما يتكلم يقول المدرب وحش المدرب حلو لكن ما تدخلش وتشتم واحدة ست وتقول لها روحي مكانك المبخ وروحي معرفش إيه واستقيلي وانت فيه إيه يا حبيب يعني تحس إن انت بتدخل في القاعة بقى ده بس أراني أنت جديدة وقوية صراحة أنا قلت برضو إن أنا جرجرت نفسي معهم من كتر مدايق بس في الآخر خلينا نرجع الموضوع الأساسي كانت المهمة أو الحاجة الوحيدة اللي كنت عايزة أقولها إن إحنا عندنا ثروة من الشباب الرياضيين وكلهم شباب وعايزين نقف وراهم ولا قلت أهلاوي ولا قلت زمن كاوي قلت الشباب اللي مسلونا في أفريقيا ورفعوا رأسنا ومسلونا في العين ورفعوا رأسنا لو خلينا استفزك شوية وأخيراً بقى عندنا مدليات في السباحة أيوة عندنا 17 ولا 18 مدليا دول أحسن مننا إحنا كنا حيالله بنرجع بـ 5-6 مدليات إحنا لو على فكرة أقول لك حاجة إحنا أكتر ناس الأبطال هتشوف حتى دلوقتي الأبطال اللي راجعين دلوقتي لما يتكلمون لأن دول فعلاً كويسين أكتر ناس تحب للي بعدهم يبقوا أحسن منهم هم اللي وصلوا لحاجة معينة لأنهم فاهمين قيمتها أنا النهاردة اتكلمت عشان فاهمة قيمت اللي الناس دي عملتها بأنها صعبة لأنه محدش يوقف جنبهم بيوقفوا جنبهم دلوقتي لما يبقوا أبطال أنا باعتذرلك بالنيابة عن الناس اللي دخلت يعني بطريقة بايحة أنا مع ناس مش كده ينتقد ينتقد على عينه وعراسي بس بآدب يقول الله المدرب مش عاجبني والله أنتو ما عجبتونيش في كذا لكن ما يدخلش يشتم ويقول لي رواحي واستقيلي وروحي المبخ وعلى فاكرة أنا بطبخ حلو برضو أهلا وسهلا يتفضل بتطبخ ايه أحسن حاجة أنا غاوي أكلس يعني نيجي نطبخ ما أنا شايفك عمال بتطبخ بقى هجي أطبخ معك يوم يالله المهم يعني ايه يوم النقد ما احنا بنوض مع بعض وبننتقص بعض النقض يكون نقض محترم لكن الشتيمة على تويتر واضح إنها بقت ترند والناس مبسوطة بيها وتبص مين اللي بيشتم تدخل عليه تلاقي واحد عنده فولور واحد أيه بالزبط كلهم كده من اللي بينعبوا في صابع رجلهم دول عارفهم والله من أرد على حد النهاردة بصراحة رديت على حضرتك كفاية كده ورأيي إنه مش ما ترديش ما تشوفيش كمان أكيد دكتورة راني علواني عدو مجلس دارة النادي الآلي شكراً لكي وزي ما بقول لحضراتكو إنه مدرب الآلي جديد فايلور ده اللي هو من سويسرا أغلب الناس أهلوية وزي ما الكوية خصوصاً الجنس اللطيف معجبين بشكله قوي يعني قال لكيوت وشكله حلو طب يا جماعة طب ما تشوفه هو درب إيه وعمل إيه يعني طبعاً هو الراجل كان بيدرب في سويسرا وبعدين راح بلجيكا يعني يعني لف لفة كده ظريفة عنده وبروفايل كويس وأكيد النادي الآلي يوم ما بيختار مدرب بيختار مدرب جيد يعني بس أغلب السوشيال ميديا حنيوة يعني أغلب البنات قالت لك الله ده حلو قوي أنا مش شايفه حلو خالص بصراحة آه يعني مش عايز أقولي التعبير اللي أم ما بيقولوه لكن يعني أنا مش شايفه حلو خالص إنما كله الشغل كله إن شاء الله يكون في الملعب وربنا يكرم شكرا